تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يدخل حيز التنفيذ والحرس الثوري وجه الميليشيا بتكثيف نشاطها ضد المنظمات الدولية رئيس مجلس الشورى ونائبه والنائب العام يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية دعوات للشرعية لإلغاء العملة القديمة لإسقاط أخطر أدوات الحرب الحوثية على الشعب اليمني نشرة الأخبار من يمن شباب أهلا بكم معكم هشام جابر وامر والسوادي أهلا بكم يدخل القرار الأمريكي الخاص بتصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية دولية اليوم الثلاثة حيز التنفيذ وأعلنت الخارجية الأمريكية في العاشر من يناير الجاري عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وفرض عقوبات على زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي وشقيقه عبد الخالق الحوثي والقيادي في الميليشيا المدعو أبو علي الحاكم وقرت الخارجية دخول التصنيف حيز التنفيذ ابتدام من اليوم الثلاثة التسع عشر من يناير وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة الماضية عن رفض طلب الأمم المتحدة بالتراجع عن تصنيفها جماعة إرهابية أو جماعة الحوثي تنظيما إرهابية في الصياق أكدت الحكومة تشكيل لجنة لإعداد آلية لضمان استمرار العمل الإنساني في كافة مناطق اليمن دون عوائق وعدم تأثر عمل المنظمات الإنسانية بقرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش عبر تقنية الاتصال المرئي مع نواب سفراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة مجرية الأحداث في البلاد وتوجهات الحكومة لتحقيق تسوية سياسية وقال وكيل وزارة الخارجية إن قرار تصنيف ميليشيا الحوثي الإرهابية من قبل الخارجية الأمريكية لن يحول دون استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق السلام ومن جهتها بدأت إيران توجها مناوية للمنظمات الدولية في اليمن وقال القيادي في الحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا المدعو حسن إيرلو سفير إيران لدى ميليشيا الحوثي بصنعاء قال إن المنظمات الدولية العاملة في اليمن تمارس أنشطة مشبوهة جاء ذلك في لقاء له مع تجمع قبلي بصنعاء وفق لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا وقال إيرلو إن 170 منظمة تعمل على تمسي الحضارة حسب وصفه وتغذي الحرب الناعمة وفقا لما ذكرته وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية هذا ووجه حسن إيرلو القيادي في الحرس الثوري الإيراني ملتقى التلاحم القبلي والشبابي التابع للميليشيا في صنعاء بتكثيف جهوده في مواجهة المنظمات والحرب الناعمة بحسب وكالة الأنباء الإيرانية وقالت وكالة إيرنا للأنباء إن إيرلو اختتم اللقاء مع ملتقى التلاحم القبلي والشبابي بالحديث عن قاسم سليماني ودوره المحوري في النهوض بما يسمى محور المقاومة ودعم جميع حركاته وتواصل الميليشيا الحوثية الانقلابية استخدام المنظمات الدولية لممارسة كثير من أنشطتها الإرهابية من بينها استخدام سيارة اليونسيف وبعض المنظمات لنقل قيادة الميليشيا الحوثية إلى الجبهات وصنعها وفقا للتقارير نشرتها وكالة رويترز وأسوشياتي بريس دالأنباء إلى ذلك وصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية التضييق على عمل المنظمات الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرتها واجتمع مسؤولون بالميليشيا بعدد من المنظمات الدولية بصنعها حيث طالبوا المنظمات بتنفيذ مشاريعها عبرهم يأتي هذا رغم تقارير عدد من المنظمات الدولية حول سرقة ميليشيا الحوثي للمساعدات ومنع وصولها إلى المحتاجين وتوزيعها على أسر مقاتليهم واستخدام الأموال لإثراء القيادات الحوثية وتمويل حربها على الشعب اليمني وطالبت الميليشيا الحوثية ومنظمات أكسفام وانترسوس ومنظمة رعاية الأطفال والمجلس الدنماركي والمجلس النرويجي للاجئين في اجتماع تغيبت عنه منظمات ووكالات تابعة للأمم المتحدة طالبتها بالمزيد من الضغط على الإدارة الأمريكية لإلغاء تصطيفهم جماعة إرهابية قال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي إن اتخاذ المنظمات الدولية العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الإنقلابية الحوثية مقرا لها أدى إلى صعوبة في قدرتها على التحكم في توجيه المساعدة وضف أن ذلك انعكس بشكل فوضوي على برامج المنظمات الدولية خاصة في المناطق المحررة وقال الوزير الشرجبي أن وزارة المياه والبيئة تجري تقييما لأنشطة المنظمات وعملها خلال الفترة السابقة وأهمية إجراء التصحيحات اللازمة وذكر أن اليمن يعاني عجزا مائيا يصل إلى مليار ونصف مليار متر مكعب سنويا محذرا من أن ناقلة صافر الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة لا تزال تمثل تهديدا بيئيا هو الأخطر على اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر وتستخدمه المليشيا الحوثية كقنبلة موقوطة ووسيلة ضغط سياسي وعسكري وسبق للحكومة أن دعت المنظمات الدولية إلى إنهاء تمركزها في صنعها واعتماد آلية جديدة لممارسة نشاطها بما يكفل إنهاء نفوذ وسيطنة المليشيا الحوثية وتدخلها في عمل المنظمات رغم مشاهدة المبعوث الأممي لجريمة ميليشيا الحوثي التي استهدفت الحكومة وراح ضحيتها العشرات في مطار عدن وبوجود كافة الدلائل والبراهين التي تثبت تورط الميليشيا بالجريمة ذهب جريفث للإعراب عن قلقه من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أمام مجلس الأمن الدولي أرجى المبوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتين جريفث جولة مكوكية جديدة كأن المأمولة منها أن تكون لها نتائج إيجابية خصوصا بعد تعرض مطار عدن الدولي للاستهداف 30 ديسمبر من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية راح ضحيته العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح جريفث وكعادته ظهر في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي مخيبا لأمال الشعب اليمني ويعرب عن قلقه رافضا التصنيف الأمريكي لميليشيا الحوثي الإجرامية كمنظمة إرهابية مطالبا بإلغاء ذلك القرار ليؤكد موافقته المتماشية مع المشروع الحوثي وفي حديثه أنه سيظل يعمل معهم سواء تم تصنيفهم أو لم يتم للتوصل إلى السلام المزعوم ومن الأسباب الغير صحيحة ولا المنطقية التي يسوقها ويسوقونها أن هذا التصنيف سيعمل على عرقلة الجهود الإنسانية وهي بالأساس مساعدات لم يصل منها للمواطنين سوى الفتات فيما تذهب هذه المساعدات للميليشيا وقياداتها لتزويد حربها على اليمنيين ولم يمر سوى بضعة أيام على حادثة مطار عدن التي كشفت فيها اللجنة الرئاسية بقيادة وزارة الداخلية أنها ناتجة عن استهداف بثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية هذه الجريمة لوحدها التي شهدها غريفث بعينيه وبدأ مصدوما من هول الحادثة كانت كفيلة بأن يساند قرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية كأن غريفث تناسى كل ذلك وظهر قلقا على الميليشيا الحوثية متماشيا مع مشروعهم ولخدمتهم مغلقا كل الأبواب معرقلا كل الحلول ليصبح مشكلة فوق المشكلة ما يزيد من معاناة الشعب اليمني بينما يدى ممتدتان لإنقاذ ميليشيا الحوثي أدى رئيس مجلس الشورى ونائباه والنائب العام الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبا أن رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بمناسبة تعينه رئيسا لمجلس الشورى كما أدى اليمين الدستورية كل من عبد الله محمد أبو الغيث وحي طاها أمان بمناسبة تعيينهما نوابا لرئيس مجلس الشورى وأدى الدكتور أحمد الموسى يليمين الدستورية أمام الرئيس هادي بمناسبة تعيينه نائبا عما للجمهورية أطلقت منظمة سام للحقوق والحريات نداء عاجلا إلى مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية بضرورة التحرك الفوري وممارسة دورهم الفعلي في حماية حقوق المدنيين اليمنيين بعد تصاعد الانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوث الإرهابية والتي كان آخرها إعلان النيابة العامة التي تتبع الحوثي أنها ستدفن 49 جثة من ثلاجات مستشفى محافظة عمران بشكل جماعي وقالت سام في بيانها الصدر عنها اليوم الثلاثة أنها تابعت باستهجان وقلق شديدين من الإعلان الذي نشرته صحيفة الثورة الخاضعة لسيطرة البليشيا الحوثية بصنعى بتاريخ الخامس عشر من يناير والذي تضمن إعلانا من النيابة العامة تدعو فيه ذوي الجثث المنشورة أسماؤهم في الإعلان الحضور إلى مستشفى عمران لأخذ جثث ذويهم ودفن خلال خمسة عشر يوما وإلا ستقوم النيابة بعمليات الدفن للجثث بصورة جماعية وأشارت سام إلى أن الكشف المنشور في الصحيفة تضمن العديد من أسماء الضحايا الذين تمت تصفيتهم منذ سنوات بينهم الشيخ القبلي سلطان الوروري أحد وجهاء مدرية قفلة عذر بمحافظة عمران والذي تمت تصفيته بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لميليشيا الحوثي ورميه على قارعة الطريق في شهر يونيو 2019 أفادت مصادر ميدانية أن جبهة القتال في محافظة مأرب شهدت قصفا مدفعيا متبادلا بين قوات الجيش من جهة والميليشيا الحوثية الإرهابية من جهة ثانية وقالت المصادر أن مديريتين مدغل ومجزر وجبهة صرواح شهدت تبادلا للقصف المدفعي والصاروخي بين الجانبين والذي تركزت في منطقتين المخدرة والمشجع هذا ولفتت المصادر إلى أن جبهة القتال في مديريتين رحبا وجب المراد شهدت أيضا تبادلا للقصف المدفعي والصاروخي كما أشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف العربي ذكت بعدد من الغرات مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في عدد من مناطق مدغل ومجزر مخلفة في صفوفها خسائر في الأرواح والعتاد العسكري اندلعت مواجهة عنيفة بين قوات الجيش الوطني مسدودة بالقبال من جهة والميليشيا الحوثية من جهة أخرى شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف وقال مصدر عسكري ليمن شباب إن المواجهات اندلعت في جبهة الجدافر القريبة من معسكر اللبنات الاستراتيجي والتي تمكنت خلاله قوات الجيش الوطني من تكبيد الميليشيا الإرهابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد قال قائد المنطقة العسكري السادسة لوار ركن أمين الوائلي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تعيش حالة انهيار مستمرة في مختلف جبهة محافظة الجوف بعدها زائمة متلاحقة تكبدت في المواجهات مع الجيش الوطني وقال الوائلي إن الميليشيا الحوثية تحشد عناصرها باستمرار وبصورة يومية إلا أن حشودها وتعزيزاتها تلتهمها نيران الجيش الوطني وطيران تحالف دعم الشرعية بشكل دائم قتل عنصر من الميليشيا الحوثية الإرهابية قنصا بنيران رجال المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء مصدر ميداني قال ليمن شباب إن عنصر الميليشيا المتمركزة في موقع آل دومان بمدرية الصومعة تم استهدافه في عملية قنص نفذها رجال المقاومة بجبهة الحازمية وبحسب المصدر فإن الميليشيا شنت قصفا بقذايف المدفعية مستهدفة المناطق السكانية بالمديرية أقب عملية قنصن التي استهدفت أحد عناصرها في الحديدة لقي ثالث قيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعه في المواجهات مع القوات المشتركة التي اندلعت منذ يوم السبت الماضي في عدة جبهات بالحديدة وبحسب مصدر الميداني فإن قياديا حوثيا يدعى أبو حرب أحد أبرز قادة الميليشيا لقي مصرعهم على عشرات من عناصر الحوثية خلال هجوم فاشل لها أحبطته القوات المشتركة شمال مديرية حيث جنوب المحافظة هذا وأصيبت امرأة جراء تجدد قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأحياء السكنية جنوب محافظة الحديدة وقال مصدر ميداني أن الميليشيا قصفت بقضايف الهوان الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مركز مدينة حيث ما أدى إلى إصابة امرأة وذكر المصدر أن قصف الميليشيا للمنازل السكنية وترويع المواطنين في المدينة انتقاما لخسائرها الكبيرة التي منيت بها خلال اليومين الماضيين في جبهات القتال وفي تعز شنة الميليشيا الحوثية الإرهابية مساء الاثنين قصفا مدفعيا مكثفا استهدف الأحياء السكنية الغربية للمدينة وقال مصدر محلي ليمن شباب إن القصفا استهدف الأحياء السكنية في المطار القديم وأشارع الثلاثين وقرى الضباب غرب المدينة وبحسب المصدر فإن عشرة قذائف أو عشرة قذائف مدفعية سقطت في المطار القديم قرب المنازل السكنية ما تسبب في حالة فزع وخوف في أوساط الأهالي في تعز أيضا أطلقت ميليشيا الحوثي الإنقلابية حملة مصلحة جديدة على قرى منطقة الحيمة شمال محافظة تعز بعد أسبوع على حملة مماثلة انتهت باجتياح المنطقة مرتكبة مئات الانتهاكات بحق المدنيين بينها عمليات قتل واختطاف وتمثيل بجثث مناهضين لها وقالت مصادر محلية إن الميليشيا شنت حملة جديدة معززة بإحدى عشرة دورية بينها أربع دوريات تقل عناصر من فرقة الزينبيات وشرعت في مدهمة عدد من المنازل في قرى منطقة الحيمة واعتداءة بحق الأهل صعد العشرات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز احتجاجاتهم للمطالبة بصرف مرتبات زملائهم في الجامعة والتي تم إيقافها من قبل عمادة الكليات لا يكاد يمر عام دون احتجاج أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز للمطالبة بمرتباتهم مرتبات قالت الدكتورة هدى سيف خلال وقفة احتجاجية أمام كلية الأداب أن إيقاف مرتبها وعدد من أعضاء هيئة التدريس كان قرارا تعسفيا من قبل عمادة الكلية لقنا إدارية تجيب لي مذكرة طالبني بالتحقيق قدمت شكوى أطالب بالتحقيق مع من أوقف راتبي وأنا أشتغل ودرس طلابي وما فيش أحد أصلا ممكن يغطي بدالي الوقفة التي دعت إليها نقابة عضاء هيئة التدريس ومساعدهم بجامعة تعز رفعت لافتات تدين قرارات الكلية مطالبة بالتحقيق مع متخذيها معتبرة ذلك مخالفا لقانون الجامعات اليمنية اطلاق الرواتب بدون قيد أو شرط ومحاسبة من قام بإيقاف رواتبهم بمخالفة جميع التشريعات السماوية والأرضية من جهتها استنكرت عمادة الكلية التعاطي مع الموضوع بهذه الطريقة من قبل القائمين على الوقفة متهمة إياهم بعدم القيام بواجباتهم مشيرة إلى أن جامعة تعز بخير وأن نظرائهم في الجامعات الأخرى يعملون دون مرتبات الطبيعي أنه عضوها يتدريس أولا يلتزم بعمله ويحضر ويباشر ويداوم بعدين يذلوا مظلمة في معه رئيس جامعة في معه قهات يلقى لها لكن أين الظلم الذي وقع على هؤلاء الأشخاص تعقيدات كثيرة واجهها الطلاب المستوى الرابع في قسم اللغة الإنجليزية خلال المستويات الأولى استطاعت أن تخلصهم منها الدكتورة هدى الموقوفة رواتبها منذ أن عاودت مهمتها التعليمية في الكلية فيما يخص الترقمى عنينا منذ سنتنا الثانية في الكلية حتى جاءت الدكتورة هدى العام الماضي فأخذنا معها كورس وما تقدمه لنا الدكتورة هدى صراحة قهد لا يضاهى الولاء فقط وإخلاصنا هو ما جعلنا نعود لليمن والجامعة وبإخلاص نستمر بالرغم من قطعهم لرواتبنا لثالث شهر وكما هي متمسكة بأخلاقيات المهنة تتمسك أيضا بمطالب الوقفة الاحتجاجية وحقوق ترى في انقطاعها الموت جوعا على مدى أشهر دروس قاسية قدمتها الدكتورة هدى سيف عدد من أعضاء هيئة التدريس لعمادة كلية الآداب التي فرضت عليهم عددا من الإجراءات التعسفية إجراءات يقولون أنها مخالفة لقانون الجامعة ولوائحه التنفيذية عبدالعز الذبحاني من شباب تعز ومن جانبها قالت عميدة الكلية الدكتورة نبيل الشرجابي إنها ترفض التعاطي مع مطالب المحتجين الذين يدعون الظلمة ولم يقوموا بواجبهم وأداء مهامهم بالنسبة للموضوع الوقفة الاحتجاجية التي حصلت أولا أنا أرفض طريقة التعاطي مع الموضوع بهذه الطريقة أنت تسيء لجمعتك أولا التي تنتمي إليها ثانيا تدعي الظلم وأنت لم تقم بواجبك أولا الطبيعي أنه عضوها التدريس أولا يلتزم بعمله ويحضر ويباشر ويداوم بعدين يذلوا مظلمة في معه رئيس جامعة في معه قهات يلقاء لها لكن أين الظلم الذي وقع على هؤلاء الأشخاص دكتورتين لسه يرقعوا من السفر ما لهم مش فترة قصيرة طيب داباشروا عملكم وهم رافضين مباشرة العمل ويطالبوا براتب كامل من أين نصرف لهم راتب كامل؟ إحنا وزارة مالية أو إحنا خدمة مدنية أو إحنا بنك مركزي؟ الراتب هو معاملة التسوية موجودة في وزارة المالية ضمن الكشف الذي فيه 20 اسم تقريبا وقد تم قبل فترة قصيرة تسوية مجموعة كبيرة أيضا الآن إلى أخبار الاقتصاد والزميل عمار الروحاني إليك عمار مرحبا هشام مرحبا مروع مرحبا بكم مشاهدينا الكرام حيث دشنا بمحطة المعدل الحاوية في ميناء عدن الخط الملاحي الدنماركي ميرسك حيث تم استقبل أولى رحلة عبر سافينة كالترايدر على متنها 1200 حاوية قادمة من أحد الموانئ المجاورة بعد توقف دم أكثر من عشر سنوات ويهدف تتشين الخط إلى تعزيز نشاط حركة محطة الحاويات في ميناء عدن بين خارطة رحلات الخطوط الملاحية الدولية بما يسهل من حركة التصدير والاستيراد المباشر للسلع والبضائع وزيادة حجم التداول والمناولة للحاويات شدد البنك المركزي في عدن على ضرورة التزام البنوك والشركات الصرافة في تعاملتهم اليومية بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وإفقال سعر السوق بحيث لا يتجاوز التغير في سعر الصرف بيعا وشراءا خلال كل يوم ريالا يمنيا مقابل الريال سعودي وأربعة ريالات يمنية للدولار الأمريكي كحد أقصى وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف وأحدد البنك أن سعر الشراء والبيع للعملات الأجنبية لدى البنوك والشركات الصرافة نهاية كل يوم هو سعر الصرف لليوم الثاني في حال عدم تغيير الأسعار في نطاق الحدود المشاري إليها نظم المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات عمل وموظفي شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن وقفة احتجاجية أمام بوابة إدارة الشركة بمدرية المعلى رفضاً للالتفاف الحاصل على منشأة كالتيكس وعدم جدية الجهات الحكومية في استرجاعها نظراً لبطلان العقد وإخلال المستأجر ببنوده وكذل المطالبة بإعادة المحلين إلى التقاعد إلى أعمالهم أسوة بباقي موظفي الوحدات الإدارية قال البنك الدولي إن قطاع الإسكان في اليمن الأكثر تضرراً من الحرب التي تدخل عامها السادس حيث تعرض أربعون في المئة من المساكن إما لأضرار جزئية أو تدبير كامل وبحسب نتائج المرحلة الثالثة للتقييم الديناميكي للاحتياجات في اليمن 2020 الذي يقوم البنك الدولي بتحديثه بصفة دورية فقد تراوح التكاليف أضرار قطاع الإسكان بنحو 6 مليارات ومئة مليون دولار وهو ما يمثل نحو 74% من إجمال تكلفة الأضرار في عشرة قطاعات شاملها التقرير في 16 مدينة يمنية أوقفت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها في ميناء عدن شحنة زنجبي المجفف مخالف للمواصفات القياسية وأوقفت الهيئة خلال اليومين الماضيين السفينة المحملة بنحو 27 650 طن من منتج القمح السائب لإجراءات الرقابة والتفتيش والفحص والاختبار وشارت نتائج البحوصات إلى تطابق المنتج مع المواصفات القياسية المعتمدة ونهاية البلفة الاقتصادي مشاهدين عودة إلى الزميلين مروى وهشا شكراً عمار افتتحت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النزحين مكتباً لها في مديرية الوادي أكثر المديريات في محافظة مأرب التي تضم مخيمات وتجمعات للنزحين ويهدف المكتب إلى تقديم المساعدة لأكثر من 60 مخيمة وتجمعاً للنازحين في المديرية بالتعاون والتنصيق مع شركاء العمل الإنساني للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة والبعيدة يشار إلى أن مديرية الوادي هي أكثر المديريات في محافظة مأرب التي تضم مخيمات وتجمعات للنازحين متنثرة في مناطق مختلفة ولا زالت موجات النزوح مستمرة إلى مأرب التي تضم أكثر من 132 مخيمة وتجمع للنازحين في ظل تدخل محدود المنظمات الإنسانية بحسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظة في مخيمات النازحين بمأرب يصرخ الطفل أدفئوني بينما يتناسى القائمون على المنظمات الإنسانية الملتحفون بأفخر الملابس الصفية إنسانيتهم غير آبهين بمصير أجساد الأطفال الهزيلة وما إذا كانت تستطيع مقاومة موجات البرد القارسة ولم يلتفت للنازحين سوى مجموعة شباب في مبادرة متواضعة وإمكانات بسيطة التفاصيل في سياق تقريرنا التالي في 130 مخيمة تحيط بمدينة مأرب اقتصرت تدخلات المنظمات على الجانب الإغاثي وترك النازحون يصارعون أجواء شديدة البرودة ما دفع منظمة المرأة والطفل بالشراكة مع خمس مبادرات شبابية إلى تبني حملة أدفئوني أنا إنسان والتي تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة للنازحين في المخيمات بالملابس الشتوية من تحت شعار أدفئوني أنا إنسان نقوم اليوم بتتشين حملة توزيع الملابس الشتوية للنازحين بالشراكة مع المبادرة الشبابية هذه الحملة بإذن الله ستخفف جزء من المعاناة التي يعانيها النازحين في المخيمات شدة البرد القارس قلة الملابس الشتوية لديهم من هذا المنطلق من منطلق التعاون وروح التكافل المنظمة الإنسانية ستقيم هذه الحملة سيتم غدا بإذن الله النزول إلى المخيمات وتوزيع الملابس مبادرات روح شبابية وكيان وملتقى الطفل وسفراء المعالي واتحاد السلام ومنظمة المرأة والطفل التي لم تتلقى أي دعم من أي منظمة دولية استطاعت جمع ألفين قطعة من الملابس الشتوية من داخل مدينة مأرب وزعت على ألفين مستفيد معظمهم من النساء والأطفال الذين يكتوون بلفحات البرد القارس داخل المخيمات ضعف الاهتمام بهذا الجانب بالذات من المنظمات العاملة في مأرب ولذلك نحن كمبادرات شبابية أصرينا بالتعاون والشراكة مع المنظمة الإنسانية المرأة الطفل أن يكون لنا إسهام فاعل في هذا المجال وأن نخفف معاناة هذه الناس وأن نرسم البسمة على وجوه الأطفال وأن نخفف قسوة البرد خلال هذه الفترة وإن شاء الله بإذن الله عز وجل ستصل الملابس للفئات المستهدفة وللناس المحتاجين فعلا استطاعت المنظمات الدولية اختزال الدعم المقدم للنازحين في السلة الغذائية فقط بينما أهملت جوانب الدعم الأخرى كحملات برد الشتاء والخدمات المستدامة كمشاريع التعليم والصحة وهو ما يظهر الدور القاصر لتلك المنظمات التي تجني ملايين الدولارات باسم المعونات المقدمة للنازحين محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب تواصلوا الميليشيا الحوثية الإرهابية حربها على الشعب اليمني عسكريا واقتصادية وتستهدف تقويض معيشة المواطنين بهدف إفقارهم من خلال فرضها انقساما ماليا خطيرا وتلعبها بسوق العملة أخطاء فادحة للشرعية مرت خلال الفترات الماضية سهلت للانقلاب الحوثي شن حرب اقتصادية على الشعب اليمني وحكومته الشرعية أكثر وقعا من تمرده المسلح بدعم إيراني من بين تلك الأخطاء عدم قيام الشرعية بسحب وإلغاء العملة القديمة لإسقاط أهم ورقة بقبضة ميليشيا الانقلاب الحوثية يقول خبراء اقتصاديون أنه كان على الشرعية في وقت مبكر العمل على صحب العملة القديمة خاصة بعد هيمنة الانقلاب على البنك المركزي خلال السنوات الأولى للانقلاب مما مكنه السيطرة على أهم أدوات الصراع ظهر تأثير ذلك لاحقا حين أقدمت الميليشيا على إشعال حرب بالعملة ضد الشرعية وفرضت انقساما ماليا خطيرا وتسببت في أزمة حوالات نقضية فادحة بين مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا ومناطق سيطرة ميليشيا التمرد وفيما تعمل هذه الميليشيا مدعومة بالخبرات الإيرانية على تعزيز جهودها في إطار الحرب الاقتصادية تتضاعف مسؤولية الحكومة الشرعية في إيقاف حرب الميليشيا باستخدام العملة ووطع حد لتكريزها لانقسام المالي الخطير في البلاد عبر فرض قيمتين مختلفتين للعملة الوطنية نفسها ويتأتى ذلك من خلال استخدام الشرعية لسلطتها الشرعية والمعترف بها دوليا من أجل تدارك الأخطاء السابقة والعمل على اتخاذ تدابير تكفل إنهاء تحكم وحيازة ميليشيا الحوثي للعملة القديمة ومن تلك التدابير صحب العملة القديمة أو إلغاؤها بقرار دستوري وفتح مجال للمواطنين لاستبدال ما بحوزتهم من عملة بالعملة الجديدة من أجل إنهاء الانقسام في قيمتها والتعانة بالجهات المختصة في التحالف من أجل إنجاح هذه الخطوة خطوة من شأنها إسقاط أهم أداة حولتها ميليشيا الحوثي إلى أداة حرب اقتصادية ضد الشعب اليمني وحكومته الشرعية على غرار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية بدعم من السعودية لإلغاء جوازات ووثائق السفر الصادرة في مناطق سيطرة الميليشيا الانقلابية واستعادتها للحكومة الشرعية صاحبة الحق القانوني والدستوري في إصدارها مثلها مثل العملة الوطنية أيضا ختام النشر نذكركم بعناوينها تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يدخل حيز التنفيذ والحرس الثوري يوجه الميليشيا بتكثيف نشاطها ضد المنظمات الإنسانية رئيس مجلس الشورى ونائبه والنائب العام يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية دعوات للشرعية لإلغاء العملة القديمة لإسقاط أخطر أدوات الحرب الحوثية على الشعب اليمني دمتم في راعة الله وحفظين إلى اللقاء اشتركوا في القناة